الملشاة الحوثية تدرك ما تقوم به إذا وقتت بأن المعلم يخاف ويخشى من التهديدات الحوثية هي ماضية في أسلوبها البتعقريب في أسلوبها القمعي في أسلوبها الإرهابي ونحن متعوضين عليها لكن أنا أعتقد بأن الشعب وصل إلى قناعة الأمور أصبحت واضحة أمامه بأن لو سكت هناك تهديدات وخطر على الشعب لو أتكلم أيضا الخطر ما زال قائم إذن أن يكون الخطر موجود وأنت تطالب بحقك بحقوق أولادك بأكل عيشك بلقمة العيش التي أنت أصلا موجود من أجل أن تطعم أولادك هذا لا يشكل أي فارق مثلا من التهديدات الحوثية بالعكس هذا يخيف الحوثي قد يتحول الأمر إلى عكسيا عندما الملشيات الحوثية تهدد الشعب فهي تهدده أصلا هو مصدر تهديد أصلا إن كان صامتا أو متحدثا الملشيات الحوثية لم تترك شيئا إلا وسلبته إلا وأذليته يعني أرتكبت العيب والمبيقات أصبحت الآن تتاجر بالمخدرات على حساب الشعب يعني تريد الشعب أن يكون كله مخدر فبالتالي أي عملية أي عملية تهديد للمنشيات الحوثية بعد هذه السنوات لشعب اليمني أنا لا أتوقع أن يتخيف الشعب ترجمة نانسي قنقر